زي ما بقول لحضراتكم عنوان كان كبير جدا وحديث للرئيس عبدالفتاح السيسي ما بين كسين على لا للتعصب والحقيقة بستغل تاني وأكد تاني في قناة النادي الأهلي هو الهدف الأكبر دوري تكسب مباراة تكسبها مباراة تخسرها ولكن طبعا الرئيس عبدالفتاح السيسي بيدعو للا للتعصب في جميع المجالات وطبعا الرياضة ليست بعيدة عن الاهتمامات السياسية وهذا ما أبلغه وكان على قائمة طبعا احتياجات وقائمة أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي مشكورة طبعا جريدة الوطن بعنوان عريض زي ما شايفين حضراتكم للتعصب وهذه الرسالة إن شاء الله تكون وصلة لكل من يهتم بالرياضة المصرية وأنا حددت طبعا على مستوى الإدارة على مستوى الجماهير على مستوى اللاعبين لا للتعصب دي رسالة رسالة النادي الأهلي والمحترف في الدور المصري لكل يعني مسؤولي الرياضة حنطلع لفاصل سريع وبعد الفاصل معنا نجمين من نجوم النادي الأهلي الكبار في الزمن الجميل كابتن عادل طعامة والكابتن شريف عبد المنعم بعد الفاصل